أهنّ جميع العمال في العالم كافة وفي إقليم كردستان خاصة بمناسبة يوم العمال العالمي نسعى إلى نوفر بيات عمل مريحة للعمال من خلال التنسيق بين حكومة إقليم كردستان ونقابة العمال لأن إعمار إقليم كردستان جاء بجهود العمال الدؤوب إن برلمان إقليم كردستان شرع قانونا جديدا للعمل بعد مناقشات واجتماعات عدة مع الجهات المعنية من منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية والوزارات ذات الشأن وخصوصا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتشريع قانون يواكب معايير العمل الدولية ويحفظ حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل ويوافق والوضع الحالي لإقليم كردستان من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أشكر حكومة إقليم كردستان لإقرارها هذا القانون بالإجماع بدون أي تدخلات سياسية وحاليا يتم المناقشة على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد في القطاع الخاص في مجلس الوزراء وبعد الانتهاء من إعداده سيتم إرساله للبرلمان من أجل التصويت عليه أيضا لأنه مكمل لقانون العمل ترجمة نانسي قانون الضمان ترجمة نانسي قنقر